ما بعد تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط التاريخي تنتظر العراق أشهر وصفت بالمرعبة بالنسبة لاقتصاده صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها أفادت بأن الاقتصاد العراقي يواجه ضربة مزدوجة تتمثل بانخفاض أسعار النفط وإجراءات الحضر الوقائي التي أثرت على السوق ووضعت آلاف العائلات العراقية الفقيرة في وضع لا تحسد عليه وبشكل ملحوظ تفقمت الأزمة الاقتصادية أزمة ليست وليدة اليوم بل كانت نتاجا لسبعة عشر عاما من الفساد وانهميك السياسيين بمراكمة ثرواتهم المالية ثم جاء الحضر ووضع الملايين من العراقيين الذين يعيشون على الكسب اليومي في منازلهم غير قادرين على إطعام أسرهم كما تؤكد صحيفة واشنطن بوست وفي الوقت نفسه أدى تفشي كورونا وما رافقه من انخفاض الطلب على النفط إلى عجز مباشر في الموازنة المالية فقبل أشهر قليلة فقط كان من المتوقع أن تأتي حوالي 90% من ميزانية عام 2020 من صادرات النفط مع احتساب سعر 56 دولارا للبرميل حسابات اقتصادية ذهبت أدراج الرياح مع تراجع عائدات النفط إلى أدنى مستوى لها منذ عشر سنوات فالنفط يشكل 95% من إجمالي اقتصاد العراق الذي يعد من الاقتصادات الريعية منذ تأسيس العملية السياسية في عراق ما بعد 2003 واعتماد نظام المحاصصة الطائفية في توزيع السلطة بين الأحزاب يسعى كل طرف لاستغلال موارد الدولة في مختلف المجالات لتطوير شبكات محسوبية واسعة النطاق والنتيجة هي قطاع عام متضخم يستنزف ما يقدر بنحو 50 مليار دولار كل عام للرواتب والنفقات فقط وهي تشكل غالبية ميزانية الدولة معهد جيفريز للخدمات المالية توقع حاجة العراق إلى تمويلات مالية خارجية بنحو 40 مليار دولار في العام الحالي وهو المبلغ الذي لن تغطيه الحكومات الأجنبية والمؤسسات الدولية المانحة مثل صندوق النقد الدولي ومن المتوقع أن تدفع لازمة الاقتصادية المتفاقمة لاستئناف التظاهرات في الأشهر المقبلة مع حلول فصل الصيف الحار وتهالك البنى التحتية والاستمرار بتجاهل مطالب المتظاهرين بإسقاط نظام المحاسسة بالكامل